اشتركوا في القناة استعداد كل طرف انه يعطي الاخر والمعطي زي ما بالكتاب مؤدس بيقول المعطي المسرور يحب الرب والعطاء والمعطي فبسخاء ايضا كتاب مؤدس بيقول كده مغبوط ان هو العطاء اكثر من الاخس ويقول ان المعطي فبسخاء ايه العطاء في الاسرة المسيحية العطاء في الاسرة المسيحية اولا طبعا لو كان فيه مديات تبقى عطاء هدايا الزوج بيجيب لي زوجته هدايا بيكرمها بيحاول يحقق لها كل احتياجاتها بسخاء وبفرح وكذلك الزوجة بتقدم لزوجها لو كان فيه ارض ومديات بتقدم لأسرتها لكن الاهم انها بتقدم محبة ومشاعر صادقة بسخاء العطاء بيشير الى المحبة والعطاء بيشير الى التقدير والعطاء بيشير ايضا الى الشعور باحتياجاتنا بعضنا وببعض كما ان هذا الامر خاص ومهم ايضا في الحياة الزوجية وفي العلاقة الزوجية بين الزوجين لكن في الحياة اليومية العادية لابد ان تكون هذه الفضيلة واضحة في حياتنا ما ننساش ابدا ان الزوج يهتم بانه يجيب لزوجته هدية يقدم لها شيء جميل بتحبه لما يشعر انها بتحب شيء وهو يقدر يوفره لها يوفره لها هكذا الزوجة ايضا تهتم بانه بتدي جوزها من وقتها ومن جمالها ومن مهارتها ومن شطرتها في كل حاجة في حياتهم فتكون الحياة فيها كده فرح بان كل واحد بيحاول يبني مع الآخر لان زي ما قلنا ده يشير للمحبة والتقدير والشعور الكامل بالآخر ايضا العطاء في المشاعر الكلمة الحلوة الحضن التفاهم الابتسامة الجميلة التقدير الاستماع لبعضنا البعض كل واحد بيستمع لأفكار التاني وبيستمع لأقوال التاني فيشاركوا فيها العطاء ايضا بيكون مش بس في المشاعر وفي الان حتى في الاهتمام الشخصي كل واحد بيلاحظ ايه الاحتياجات الهمة عند الطرف الآخر ويهتم بيها والسؤال في المرض لو فيه اعراض مرضية او في مرض يبقى فيه عطاء في الاهتمام والخدمة اذا فيه تعب في امتحانات او في دراسة نكون مع بعض وفيه تقدير لتعب الآخر بالكلمة الحلوة انا عارف انك تعبتي وانا عارف انك بتتعب ربنا معاك وربنا يسندك ويعواضك قدست البابا اللي ناح نفسه البابا شنودة كان يقول لو زوجتك قدمتلك فين جانشا يقول لها شكرا تسلم ايديكي الكلمات الحلوة والسخاء في العطاء فيه المشاعر وفيه الماديات وفيه ايضا الاهتمامات وفيه التقدير بالوقت وبالاهتمام ينشئ نوع من الجزور للأسرة في المحبة فتكون مبنية على اساس محبة ايجابية فيها ايجابية في العطاء وبسخاء طبعا مشان نكتر عن المال لانه الاحتياجات المادية طبعا محتاجة عطاء يقدم احتياجات الاخر بكل سرور وبكل اكتمال ربنا يعطينا هذه الصفة الجميلة واللي بيقول عليها الكتاب المقدس مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ والالهنا المجد دائما ابديا امين موسيقى